من يغرد خارج السرب هو ذاته الذي يفتك بدولة القانون والتشريع ويخرج العراق من صندوق السيادة إلى صناديق التأزيم لكن صندوق العراق هو الصوت الحر الذي يكتب على ورقة بيد عراقي لا بيد قلم عابث فتختار أنت من يمثلك في برلمان واحد موحد يحتفظ رئيس الوزراء بالصندوق الوطني ويفتحه اليوم أمامكم ليخبركم بأول عنوان مشاركتكم تقطع الطريق على المسئين لنزاهة الانتخابات عهد قطعه الكاظمي في بداية مشواره الصعب عندما تسلم زمام الأمور كرئيس وزراء بعد انتفاضة حناجر المطالبين بانتخابات مبكرة تحفظ النزاهة عنوانا لها لتنهي زمن التعقيد والانجرار وراء أحزاب تتقنع باسم الشعب فيما هي الغائبة عن العراق وعن شعبه إذن يكمل الرئيس برنامجه الحكومي الذي نطق به في أول خطاب له وهذا عهد يريده الشعب ويريده الوطن فإنني أعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مسلزماتها الاستعداد المبكر لانتخابات المبكرة هي الخطوة التي يقطعها اليوم رئيس الوزراء وهو القطع على المخربين وهذا عرف معهود في مخيلة العراقيين في الداخل والخارج لم يعد منكم اليوم من لا يعرف ديدنا القاطعين بين الوطن وطريق نزهة مؤسساته وقراراته إذن إلى الإسراع بتحديث البيانات الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البيومترية الخاصة لكل شخص يحق له التصويت في حزيران العام المقبل اشتركوا في القناة